بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام البنات أتمنى تكونوا بخير وفي صحة جيدة المشتركات تجدد لماذا لا تشتركوا في القناة وراءكم أول مرة تشوفوا قناتي نتمنى أنكم تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس باش حكا يوصلكم كل جديد والأخوات اللي راهم نشتركين أكيد نحييكم أكيد كالعادة ونشكركم بسافة للدعم بتاعكم المتواصل واللي راهم يتابعوا فيها عبر صفحة الفيسبوك أكيد نقولكم مرحبا بكم اليوم كما راكم تشوفوا جيسكم باقتراح بسيط إن شاء الله يا ربي يشبكم عبارة عن فطائر كما راكم تشوفوا سهلين ماهلين يوجدوا بالخف على باني راحين يعجبوكم يعجبو الأطفال تحكم تحضروا فقط مع سوب حكا خفيفة ولا تحضروهم يعني في المناسبات متعكم أكيد حاجة راقية وفي نفس الوقت بنيناء قبل بزف وما تاخدش معكم الوقت بزف نتمنى أنكم تتفرجوا له فيديو من الأول الأخير أكيد ما تنسوا ليش ونبدأوا الوصفة مع المقادير وطريقة التحضير نبدأوا أول حاجة هنا عندي نصف درجاج عندي ملعقة صغيرة مطارد ملعقة صغيرة تعتوي بالشوار ما عندي أيضا زوجت النتوم شوية فلفل أزود وحندي أيضا شوية كاري كوركم عفوا هنا البنات كما راكم تشوفوا يعني هاد النصف درجاج تدلكم كمية علبة يوغس ناطير ولا نسكيس هكي كتا رايب نمارينيهم ونخليهم في جهة على الأقل ساعة ولا ساعتين باش هادك سكالوب تعني يشرب الناء هادك التوابل ورح يرتقون بناء أكثر وأكثر من جهة واحد أخرى في مقلاة درت حب البصل أنا هاد الحبت على البصل يا لبنات راح أكرملها راح تعطيني وحدة الإختلاف في هادوك الفطائر ووحدة البناء ولا أرواع بعد ما حمصت هادك البصل تغيزت له شوية ثم ملعقة زبدة وملعقة زي تقليتهم لي حمصتو ونحيتو في نفس المقلاة يعني حطيت سكالوب تاعي بعد ما تمارينا كما راكم تشوفو لازم تخلو هادك سكالوب تاعكم يا لبنات يخوذ هديك التحميره لأنه سر الشاورمة ولا هال ولا الفطائر ولا أي حاجة تكون فيها سكالوب بتعطيكم البناء تاع المحلات لازم تخلو يعني لامارينات تشرب وفي نفس الوقت كي تكونوا تقلوهم في المقلاة ولا تحطوهم في الفرن لازم يأخذوا هاد التحميره من جهة واحد أخرى قليت حب بطاطا يعني هنا باش الكميات تزكالي قليت حب بطاطا مقطع بهاد الشكل قدرت لها غير شوية ملح أكيد سكالوب بتاعكم ديرولو شوية ملح بيانسير وهنا عاودت بعد ما تقلى لي كلش عاودت ترجعت هذك البصل صدقوني كيتحطوه في الأول راح ينتعرفوا قدي كيتقله وحده من بعدها تنحوه وتضيفه في الأخير راح ينتعرفوا هذك البناء اللي تضيفها لهذه الحشوة تاعي من جهة وحده أخرى بعد ما طابت لي هذي كلامارينات عفوا بعد ما طابت لي الحشوة زيت لها شوية دبشة ولا قصبر كما تحبوا ولا كين يحب المعدنوس لي مالا زيت أيضا شوية جبر مبشور احنا البنات يعني ماشي كمية كبيرة تاع جبن مبشور أنا زيتوا باش نقولكم يعني الجبن مبشور خاصة النوعية الرديعة احنا نصيحة لازم تخلطوه مع الحشوة تاعكم يعني ما تحطوه شوحده وإلا كانت الحشوة تاعكم يعني سائلة كما لا سوستومات تقدروا تضيفوه يعني فوقها لكن الأحسن الحشوة تاعنا كما راكم تشوفو فيها ما هيش فيها سوائل بزاف لهذا حطيتنا الجبن مبشور مع الحشوة تاعنا باش يدوب لي في الحشوة احنا كما راكم تشوفو بالنسبة لهذا الصلصة يعني ما استغناش عليها هندي كمية من المايوناز هنا لنوعية المايوناز ما كدبش عليكم شوية رديعة لكن بهذا الطريقة ما راحينش تحسو به هنا ضفت ايضا شوية جوب المثلاتات اللي حب الهريسة يضيف الهريسة اللي حب ايضا لمطارد ملعقة صغيرة تاع المطارد كين ايضا ليحب شوية تاع الهنا نضفت شوية هريسة كين ليحب ايضا زيتون مقطع اسوه زيتون اخضر هنا راح اضيف لكم واحد البنن هذي كلام عريناد وش نقول لكم بنينة بنينة بل بزاف هنا ضفت ايضا شوية مع الدنوس كيما راكم تجوفوه كما تقدروا تزيدوا ايضا شوية بصل ني حكاك ولا شوية مقطعة صغيرة اكيد ما تمكسوهاش هنا انا انا مكسيتها يعني باش الخالطة هي ادمازج ايضا هذك الجوب المثلاثات يضوب لي وفي نفس الوقت ما راحش نلقى هذو كل الحبيبات في هذيك السلصتين هنا هذي السلصة البسيطة تقدروا ترافقوها مع المشويات متاعكم تقدروا ترافقوها يعني في مع فطائر تاعكم هنا لكم حريات الاختيار هنا كما راكم تشوفو انا جبت خبز الطاكوس هذا خبز التورتي اللي اعرفون صراحة ما كدبش عليكم انا نفضل نخدمه فضار ومنهار يعني بديس وليتنا نخدمه ما وليتش نشريه صدقوني عمري لا شريته من بعد يعني ما جردت الوصفة راح نخليها لكم في صندوق الوصف ما كدبش عليكم نفضلوا احسن من اللي راه يتباع اللي راه يتباع في الاول كانت فيه شوية وحتلبنا لكن حاليا وليت نحسوه ما فيش حتى طعمة اه كم تقولوا يعني هو عبارة عن ما وملح اكيد ما فيش حتى طعمة لكن كي تحضروا في المنزل راح يتعرفوا الفرق يعني بين المنزل واللي راه يتباع اول حاجة تقتصدو كما الحالة راح غالية شوية وفي نفس الوقت تحضروا حاجة نظيفة انقية لداركم هنا راكم تشوفوا يعني الشكل حطيتهم كامل على الطابلة كما راكم تشوفوا اه قصيت هذيك الخبز ترتيلا على النصف اكيد حطيت ملعقة من هذيك الصلصة داعي هذي الصلصة هذي الصلصة يا البنات وشو نقول لكم راح اضيف لكم يعني راح اضيف لكم واحد البنة بنينا بل بزاف لهذيك الفتائر تاكم هذو هنا كما راكم تشوفو راح تتعطي راح نعود كما راح وشوف يعني الطريقة تعطيه انا بهذا الطريقة احب نطويها تقدروا العكس كما تحبوا يعني الطريقة المهم يا البنات ما تخلوش الفتحا من التحت مشك لافقص اع recorder torn down مله مهمش مما راح احج تخرج معنا لانو مراحج تاخذ بالزاف وقت معانا من بعدها كنحمصوها بالنسبه يعني هنا انا احبت انحمصهم فالطاعجين عادي تعلم حاجب اللي عندها مقلاد حابا تحمصهم في مقلا coming اشتركوا في القناة نضغط عليهم نضغط عليهم حتى يأخذوا تحمير في الوجه كامل في الفرن اضحنوا بشوية سوستر ماتو ولا تحبوا تضحنوا بشوية زبدة ولا شوية حليب وضعوا لهم شوية جبن مبشر من الفوق كما تقدروا تضحنوا بشوية سكالوب من الفوق شوية فلفل وضعوا في الفرن 10 دقائق في الفرن ستحمسوا لكم ويجوكم بقرمشين وهذا هو الشكل النهائي سمحوا لي البنات نحاول كيف شكل اختصر لكم في الهضرة لكن ديما نعطيكم افكار ما عرف كين اخوات ممكن راهم يملوا من الهضرة بزاف لكن صدقوني منش يعني نهضر في حاجة تافعة ولا في حاجة متهمكمش راني ديما نحاول اني نهضر لكم ونعطيكم نزاستوس وخاصة المبتدئات يعني خاصة المبتدئات اللي راهم في قناتي نتمنى يا ربي تكون عجبتكم يعني الوصفة التالي اليوم اقتراح اليوم على بالي راه بسيط لكن على بالي يعني راح يجب العطفال تلكم بما انه يعني شوية سكالوب راح شوية نقص في السوما فرحوهم لملاق وراحين كما قلت لكم في هذا البر تقدروا تدو معهم سوب كما تقدروا تاكلهم وحدهم يعني راهم فيهم اتمنى يا ربي انه لصواتي اليوم عجبتكم وما علي غير نقولكم تهلا وفروحكم مع وصفات اخرى ان شاء الله سلام في امان الله شكرا 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 شكرا